فضل الشيخ تحدثتم في الحلقة الماضية عن آية قرآنية توعد فيها الشيطان هذا الإنسان في أن يغير خلق الله الذي خلقه عليه و أن ذلك تغيير للفطرة لأن الله تعالى خلق الإنسان في صورة سوية لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم و أي تغيير لهذه الخلقة الإلهية الحكيمة يعني تغيير في هذه الحكمة أو في هذا الخلق السوي لكن سنجد في التشريعات الإسلامية مصطلحا يسمى بسنن الفطرة هذه السنن تستهدف الجسد ببعض التغييرات في شكله الذي خلقه الله عليه ما الفارق بين هذا التغيير و التغيير الذي يكون في سنن الفطرة و لماذا سميت سنن الفطرة بالتحديد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و صلى الله و سلم على نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين اللهم افتح لنا أبواب رحمتك و انشر علينا أثواب حكمتك اللهم علمنا ما لم نعلم و فهمنا ما لم نفهم و اهدنا إلى الطريق الأقوى من إنك أنت العز الأكرم و أنت الرب و أنت الحكم أما بعد فقد تقدم أن جملة من الأحكام الشرعية تتوارد على جسد هذا الإنسان توجيها له حول كيف يتعامل مع بدنه و التأصيل المتقدم و القائم على أن هذه الأجساد إنما خالقها هو الله تبارك و تعالى هو مالكها على الحقيقة و أن الناس مستأمنون عليها و أنها خلقت لتستوعب ما ركبه الله تبارك و تعالى فيها من عقل و روح باعتدال و توازن يسهل علينا هذا الفهم أن تنبسط نفوسنا للأحكام الشرعية طاعة لله تبارك و تعالى و عناية بهذه الأحكام التي تواردت على هذه الأجساد التي ائتمننا الله تبارك و تعالى عليها فنؤدي حق العبادة له جل وعلا فيها و نسخرها فيما أمرنا به جل وعلا و نوطن نفوسنا راضين مستسلمين موقنين أن كل ما شرعه لنا ربنا جل وعلا إنما هو خير لنا و مصلحة و إصلاح و اجتناب لأي عدوان على هذه الأجساد أو لأي خلل يمكن أن يحصل في توازنها و اعتدالها و من هذه الأحكام ما يتعلق بخصال الفطرة أو ما يسمى بسنن الفطرة و هذا العنوان هو في ذاته داع إلى فهم حكمة التشريع في هذه الأحكام العملية نعم فمع اختلاف كلمة العلماء في معنى الفطرة في هذا السياق الوارد أو في حيث وردت كلمة الفطرة في بيان خصال الفطرة أو سنن الفطرة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم كما سيأتي إلا أن هذا العنوان الجامع لها يؤكد على أن الفطرة في حقيقة معناها الخلقة الأصلية أصل الخلقة المهيئة لتلقي دين الله تبارك و تعالى الملائم لها إصلاحا و منعا لوجوه الضر و الفساد لها فهذا المعنى معنى دقيق ينبغي أن يفهمه المسلمون و أن يفهموه لناشئتهم هناك من العلماء من قال بأن الفطرة تعني السنة و من العلماء من قال بأن الفطرة تعني الدين و من العلماء من قال بأن الفطرة تعني الجبلة و الخلقة و لا أظن أن أقوالهم تختلف كثيرا لأن أصل الفطرة هو أصل الخلقة و الجبلة لكنهم يتحدثون عن الجبلة والخلقة النقية البريئة المتهيئة بصنع الخالق جل وعلا لتلقي أحكام هذا الدين الملائم لها المحقق لرغباتها الحافظ لها المانع للضر عنها الموازن لسائر ما ركب فيها من روح وعقل إذن هذا هو معنى الفطرة وهو معنى لطيف ينبغي أن يدرك لنفهم منه ما ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيان خصال الفطرة أو سنن الفطرة الآن لنأتي إلى بعض الروايات التي تنص على خصال الفطرة أو سنن الفطرة الشروى حديث أبي هريرة رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال الفطرة خمس أو خمس من الفطرة الختان والاستحداد ونتف الإبط وقص الشارب وإعفاء اللحية نعم إذا فهمنا معنى الفطرة سوف نفهم أيضا أن هذه أهم الخصال أو السنن التي يدعونا إليها هذا الدين يدعونا للمحافظة عليها وإلائها العناية والاهتمام نعم و لذلك قال أول ما قال الختان و الختان معروف نعم و هو ينصرف على الصحيح إلى ختان الذكور إلى ختان الرجال نعم لما تقدم أيضا بيانه فيما يتعلق بهذا الأمر في النساء نعم و الاستحداد و هو إزالة شعر العانة أو حلق شعر العانة الاستحداد هو من استعمال الحديد نعم و لا يلزم وهذا من ساعة التشريع أن يكون ذلك بالحلق يمكن أن يكون بالنورة أو بما يزيله مما تتنوع وسائله فلا مانع من ذلك الحاصل أن يتحقق المطلوب نعم قال الختان و الاستحداد و نتفو الإبط و هو معروف أيضا نعم و قص الشارب نعم و إعفاء اللحاء النتف أيضا ليس مقصودا لذاته ليس مقصودا لذاته نعم و هل هذه الخصال كلها بحكم شرعي واحد الصحيح لا نعم اختلف العلماء لكن الاستدلال على الحكم الشرعي من هذه الرواية و أمثالها بعيد المنال نعم لأن الرواية لم تذكر حكما شرعيا و إنما نصت على خصال الفطرة و هي في هذه الرواية أي في رواية أبي هريرة خمس من الخصال نعم هناك رواية من طريق السيدة عائشة و فيها ذكر عشر نعم أنها من خصال الفطرة أو من سنن الفطرة نعم حينما يعني في رواية السيدة عائشة أن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم قال عشر من الفطرة نعم إذن لما قال عشر من الفطرة دل على أن الحصر غير مقصود نعم و لذلك نجد روايات أخرى ذكرت فيها بعض الخصال التي لم تذكر في رواية السيدة عائشة نعم ففي رواية السيدة عائشة عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم أنه قال عشر من الفطرة قال قص الشارب و إعفاء اللحية و السواك و استنشاق الماء و تقليم الأظفار و غسل البراجم و البراجم هي العقل و المفاصل التي تكون في الأصابع قال تقليم الأظفار و غسل البراجم و نتفو الإبط و حلق العانة و انتقاص الماء و انتقاص الماء يراد به الاستنجاء نعم ثم قال الراوي و نسيت العاشرة و أظنها المضمضة نعم إذن هذه عشر خصال ذكرتها هذه الرواية من طريق السيدة عائشة هذه أشهر الروايات التي تبين خصال الفطرة قلت بأنه لا يأخذ حكم هذه الخصال من هذه الروايات و إنما يأخذ من أدلة خارجية و إن حاول بعض العلماء و الفقهاء أن يأخذوا الحكم الشرعية من هذه الروايات لكن هذه الرواية لا تذكر وجوبا و لا تذكر ندبا و إنما تقول إنها من سنن الفطرة نعم و تقول إنها من خصال الفطرة تأخذ الأحكام الشرعية فيها مع هذه الرواية من الأدلة الواردة فيها لكن ورد مع هذا كله نجد أن أقوال الفقهاء مهما اختلفت فيما يتعلق بالأحكام الشرعية المتعلقة بخصال الفطرة نعم نجد أنهم جميعا تتفقوا كلمتهم أنه إذا مضى مضت مدة و بلغ فيها الحال في هذه الخصال المذكورة إلى حد الفحش و الطول عن الحد المعتدل فإن منهم من يقول بلزوم امتثال هذه السنن نعم و منهم من يقول بالكراهة الشديدة و لذلك وجد في رواية من طريق أنس عند الإمام المسلم أنه قال وقت لنا أربعين ليلة في قص الشارب و ندفي الإبط و حلق العانة قال وقت لنا و صرحت روايات عند أصحاب السنن و المسانيد وقت لنا رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و كلمة الفقهاء في هذه الخصال التي على المكلف أن يتعهدها بحيث لا تبلغ حد الطول الفاحش هو حسب الحاجة نعم إذ الناس يتفاوتون فعليه أن يتعهد الأظفار و الشوارب و العانة و هذه المذكورات التي تحتاج إلى تعهد وتقليم الأظفار كما تقدم أن يتعهدها بحيث لا تطول طولا فاحشا يخرجه عن حدود الاعتدال نعم فإن تركها إعراضا عن سنة رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فإنه يأثم نعم و إن تركها إهمالا فإن الحكم يشدد في حقه إذا طالت طولا فاحشا خرج به عن حدود الاعتدال و لذلك فإن توقيت الأربعين يوما ليس هو على سبيل اللزوم و إنما هو على سبيل إغلاض الحكم و تشديده بعدها إذ الغالب أن هذا الشعور و التفث تطول طولا فاحشا يخرج به عن هدي الفطرة طبعا من الفقهاء من قال بأن الحكم فيها جميعا الوجوب الوجوب نعم و أنها على حد سواء لا أخذا من ما يتعلق بدلالة الاقتران إذ هذه الروايات بعيدة عن ما يتعلق بدلالة الاقتران و إن كان البعض قد حاول دلالة الاقتران باختصار شديد حتى أيضا لا يعترض علينا أنها يعني يمكن أن يخفف حكم ما هو واجب كالختان و إعفاء اللحة نعم يعترض البعض بأن هذه ليست واجبة لأنها ذكرت مع قص الشارب و تقليم الألفار و الاستحداد لا ليس الأمر كذلك الأصل في دلالة الاقتران إنما تكون صفته حينما تأتي الواو عاطفة بين جملتين أو أكثر تامتين أن تكون الجمل تامة المعنى إما ممتدأ و خبر أو فعل و فاعل نعم و ليس لها حكم واحد يجمعها و لا لها علة واحدة كانت سببا للحكم كله نعم مثال ذلك ربنا تبارك و تعالى يقول كلوا من ثمره إذا أثمر و آتوا حقه يوم حصاره نعم الجملة الأولى تامت المعنى نعم و الجملة الثانية تامت المعنى و بينهما واو عاطفة هل لهما نفس الحكم الشرعي خطعا لا و لذلك فمذهب يعني جمهور الأصوليين أن دلالة الاقتران ضعيفة متى وجدت دلالة الاقتران فنحن لا نتحدث عن عطف مفردات على بعضها تشترك في حكم هذه الصورة هي أقرب إلى هذا النوع هذه خارج البحث عن دلالة الاقتران لأنها مفردات متعاطفة بالواو و دلالة الاقتران إنما تكون في الصورة المتقدمة تكون بين جمل تامت المعنى كما في قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم و لا يغتسل من الجنابة فيه إذن هل لها نفس الحكم هل حكمها واحد نعم فكما تقدم أنه لا مدخل للقول بدلالة الاقتران لتخفيف حكم المذكورات أو لتغليض حكم بعض المذكورات لأن أحكامها إنما تأخذ في هذه خصال الفطرة أو في سنن الفطرة من أدلة أخرى أدلة خارجية و الله تعالى أعلم